بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في عدد جديد عدد سيكون مليء بالأخبار ابقوا معنا وتابعوه للنهاية أعد موقع فيورونتينا نيوز المقرب جدا من ندي فيورونتينا كما يظهر من اسمه تقريرا عن فترة تحضير الفريق الأخيرة ولقائه الأخير أيضا ضد نيس الموقع السابق منح الدول الجزائري بدردين بوعناني نصيبا كبيرا من الإشادة وذلك في تقييمه لدفاع الفريق والحارس بيترو تيراتشانو وتعاملهم مع الهدف حتى أن ثناء والإشادة غالبا على نقد لاعبي الفيولا المصدر نفسه قال أن بوعناني جوهر وهدفه جوهر حقيقيا ورغم سوء تعامل الدفاع وعدم تحرك الحارس إلا أنهم ربما لم يكونوا قادرين على فعل أكثر مما فعلوا حيث قال أن بوعناني تعامل بميتالية وهو أمر رائع للاعب من موليد 2004 فقط الطاليان أبدوا إعجابهم بصورة كبيرة جدا بتعامل بوعناني الذي كان صاحب المبادر الوحيد كما قال موقع في رونتينة نيوز وقدم بوعناني كما أشرت سابقا مستوى جيد ختمه بهدف عالمي هدف ربما يكون له دور في إقناع المدر فاريولي بمنعه مركزا أساسيا ولو أن الأمر يبقى صعب تكلمت في عدد سابق عن الضغط الكبير الذي يخضع له الدول الجزائر السابق ولعب إسبانيول برشلونة وسيم قديري من أجل قبول الانتقال للعب في قطر إذا أترك آل إسبانيا وفي أحدث تقاريرها الحصرية كشفت أن اللاعب يكون قد وافق والانتقال بات وشيك جدا لأن إدارة إسبانيول بحسب نفس المصدر غير مستعدة للتخلي عن خمس ملايين أورو التي ستقدمها الإدارة القطرية في التقرير السابق في عدد سابق لم نتكلم عن اسم النادي بما أن المدير العام للدور القطري هو من استلم المفاوضات إذا أترك آل قالت أن النادي المعني هو النادي العربي بخصوص مدة العقب فإن المدة ستكون مدة طويلة تصل أو تفوق الخمس سنوات لأن قديري يدخل ضمن مشروع التجنيس الذي تعتمد عليه الإدارة القطرية والذي تكلمت عنه بإسهاب في أعداد سابقة كشف موقع ليفيولي عن مقرب جدا من نادي تولوز أن إدارة النادي البنفسجي بدأت تتحرك في السوق لأجل ضم جناح في الأيام المقبلة موقع ليفيولي قال أن النادي يضم في مركز الجناح ثلاث لاعبين لكن يمكن أن يكون لخروج لعب الخضر فارس شيبي علاقة قوية بهذا البحث إدارة تولوز تكون ربما قد سلمت أن إبقاء اللاعب الجزائري صعب جدا خاصة بعد حديث الكثير من المصادر عن عودة إنتراخت فرانكفورت بعرض جديد محسن عن العرض السابق إدارة تولوز ورغم تمسكها بشيبي كثيرا إلا أنها يبدو أنها استسلمت وشرعت في البحث عن بديل الله يشار إلى أن شيبي يضغط بقوة لأجل السماح له بالرحيل حيث اتفق على كل شيء مع إنتراخت ولم يعد ينتظر سوى اتفاق الناديين والذي يبدو أنه سيأتي وفي أسرع وقت أيضا بصورة مفاجئة من المفترض أن يعلن النادي وارفر هامتن الإنجليزي رحيل مدربه الإسباني جوليان لوبيتيجي الإدارة اجتمعت بالمدرب صباح اليوم والاتفاق كان كامل من أجل الطلاقة حتى أن إدارة النادي عينت بالفعل بديلا له وهو منذر بورن موث السابق جاريو نيل لوبيتيجي ورغم العمل الكبير الذي قام به وإنقاذ الفريق من السقوط الموسم الماضي إلا أنه تصادم في وجهات النظر مع الإدارة في الصيف العالي لوبيتيجي وبحسب نفس المصادر لم يحصل على التعزيزات التي يريد ضيف إلى ذلك قلقه الكبير بشأن الوضع المالي للفريق كلها عمور دفعت به لطلب الرحيل رحيل المدرب الإسباني الذي سيحصل بشكل مؤكد بحسب كثير من المصادر سيكون أولا وأخيرا في صالح الدول الجزائري رايان أيت نوري فرغم تحسن وضع أيت نوري إلا أن رحيل لوبيتيجي يبقى أحسن لوبيتيجي حارب أيت نوري طيلة مرحلة العودة في الموسم الماضي وطلب أيضا برحيله وكثير من التقارير أكدت أن علاقتهما ليست جيدة ورحيله مهما كان يبقى أحسن وأيت نوري سيكون الآن مقبل على إقناع مدربه الجديد عبرت دولي الجزائري وحارس نادي كون أنتوني ماندريا عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه فريقه في افتتاح الدور الفرنسي الدرجة الثانية رفقاء الجزائري عادوا بفوز تمين جدا ضد منافسي مباشر على الصعود هو باري أفسي وبهدفين دون رد ماندريا أشهد كثيرا بمستوى زملائه الذين قاتلوا كما قال لغاية الخروج منتصرين ويأمل ماندريا أن يلعب الصعود رفقة فريقه هذا الموسم كون وحارسه الجزائري كانوا قد اقتربوا من الصعود الموسم الماضي لكنهم هذا الموسم جعلوه كهدف رئيسي ومعلن بالحديث عن باري أفسي فقد أدل مدربه ستيفان جيلي بتصريحات أشهد فيها كثيرا بمستوى الدول الجزائري ولاعب الفريق الجديد إيلان كبال جيلي وصف كبال باللاعب الفنان والغير متوقع والقادر على صنع شيء من لا شيء لكنه في مقابل ذلك قال أنه وحده لا يمكن أن يفعل كل شيء ولابد من تقديم الدعم له من بقية زملائه مدرب باري أفسي الجديد أكد على سعادته الكبيرة ببقاء لاعبه الجزائري الآخر سامير شيرجي شيرجي كان مرشح قوي للرحيل وقد ارتبط بأندي كثيرة من الكارتشو لكنه في الأخير قرر البقاء على ما يبدو أو حتى ربما أرغم على البقاء شيرجي ينشط محور الدفاع وانتقاله كان يمكن أن يفتح له أبواب المنتخب الوطني لكنه قرر الاستمرار في الليك دو في انتظار ما إذا كان قادرا على إقناع بالماضي من هذا الدور دائما مع أخبار الليك دو وأخبار نشر عفوا اليوم الثلاثة موقع صوفا سكور العالمي تشكيلته المثالية للدور الفرنسي الدرجة الثانية تشكيلة ضمت اسم لاعب جزائري وحيد وهو المتعلق بقوة مع الدنكارك رايان غريب غريب نال تقييم ممتاز وذلك بفضل تسجيله لهدفين وقيادة فريقه لتحقيق التعادل رايان غريب الذي كان مرشح بقوة للرحيل لكثير من النوذي في فرنسا بقي بعد ضغط رئيسه عليه الذي لم يحصل على العرض الذي يريد على ما يبدو غريب ينشط في مركز قلب الهجوم واختير الموسم الماضي اكتشاف الموسم في انتظار ما إذا كان قادرا على البرهنة الموسم الحالي أيضا أدل الدول الجزائري ولعب الفتح السعودي صوفيان بن دبكة بتصريعات إعلامية تكلم فيها عن ناديه وعن فترة التحضير وما ينتظره لكنه تكلم عن أمور أخرى من بينها النجوم الكبار الذين دعموا الدوري وعلى رأسهم الدولي الجزائري رياض محرز بن دبكة أكد سعادته الكبيرة بقدوم محرز مشيرا إلى أنه يتوقع تألقه سريعا الدوري السعودي صار طفرة كبيرة كما يعلم الجميع في الفترة الأخيرة بعد كم من نجوم الكبير الذي قام باستقطابهم الدولي الجزائري أكد أن الدوري السعودي أصلا أقوى دوري عربي لكن بعد هذه التعزيزات يمكن أن يكون ضمن أحسن خمس دوريات في العالم كله كلام كبير من بن دبكة هل حقا يمكن أن يكون الدوري السعودي من أحسن خمس دوريات في العالم أتركوا لي رأيكم في التعليقات في حوار مصور عن الخيارات أكد لاعب الخضر وجديد بوريسيا دورتموند رامي بن سبعيني أن زميله في المنتخب رياض محرز هو أحسن من لعب معه حيث قال أحسن لاعب لعبت معه أعتقد رياض محرز أو حاتم بن عرفة وبينهما أذهب لاختيار محرز اخترت رياض لأنه لديه قدرات فنية رائعة كما أنه إنسان لطيف جدا لقد أتى من العدم وقدم كل شيء وصار من الأفضل في العالم بخصوص أحسن لاعب واجهه هذه المرة فلم يتردد بن سبعيني في اختيار نجب بوريسا جرمع ومنتخب البرازيل نايمار حيث قال نايمار أخطر لاعب واجهته هناك العديد من اللاعبين ولكن ربما نايمار أخطرهم هو لاعب مهاري جدا ومن الصعب الدفاع ضده أما بخصوص أحسن لقاء في مشواره فلم يتردد بن سبعيني أيضا في اختيار اللقاء التاريخي ضد بايرن ميونيخ والذي أصبح يلقى بعدها في جلاثباخ بقاهر بايرن حيث قال أعتقد أنه كان في أول موسم لي أمام بايرن ميونيخ كانت أول مرة أسجل فيها هدفين كان شعورا رائعا أذكر أنني سجلت ركل الجزاء في الدقيقة الأخيرة كان يتحتم علي التزديد وكنت خائفا قبل تنفيذها لكنني سجلت وفزنا انتشرت قبل أيام أخبار كثيرة من الصحافة السعودية عن قرار مدرب بامعك كوزمين كونترا بتسريح حارس المنتخب مصطفى زغبا وحجة من قالوا هذا أن زغبا رفض الانتظام في التدريبات في فترة التحضير نظرا لمطالبته بأموال على الإدارة الأخبار يبدو أنها غير صحيحة حيث ظهر الحارس الجزائري كممثل لناديه ضمك في حفل افتتاح الدور السعودي والذي أقيم صهرة أمس زغبا لو كان مسرح أو حتى في مشاكل مع إدارة ناديه لم يكن ليختار عفوا لتمثيل الفريق وتواجده يؤكد الثقة التي توليها الإدارة ربما وحتى المدرب كوزمين كونترا يشار إلى أن محرز غاب عن حفل افتتاح الدوره ولم يكن ممثلا للنادي الأهلي كما عشرته في عدد أمس فرغم أنه كان المعنى بتمثيل ناديه إلا أنه لم يحضر لأسباب لم تذكر قالت تقارير تركية أن الدولي الجزائري للمنتخب المحلي ولعب شبيب التصور السابق بلا المسعودي يكون قد قرروا بشكل رسمي تغيير الأجواء مصادر تركية كشفت أن مسعودي يكون قد وصل مدينة إزمير تركيا من أجل الخضوع للفحص الطبي وهذا للانتقال رسميا لنادي جوستي بيسبور تقارير لاحق عشية اليوم الثلاثاء قالت أن الانتقال أصبح مؤجل بسبب مشكل في التأشيرة لكن وبما أن الاتفاق كامل بين الناديين وبين مسعودي ونادي الجديد أعتقد أن الانتقال سيتم في الأخير وفور حل مشكلة التأشيرة جوستي بيسبور هو نادي يانشوب في الدرجة الثانية التركية ومسعودي يكون قد اختاره بكل تأكيد بفضل الجانب المالي وليس الفني الأندية التركية وكما هو معلوم أندية غانية وبدون شك تكون إدارة جوستي بيسبور قد عرفت كيف تقنع الدولي الجزائري أكدت صحيفة المساء التركية الشاهرة محليا أن إدارة بيزيكتاس اتخذت قرار عن نهائي بخصوص لعب القدر رشيد غزال وأكدت أنهم قرروا تسريحه الأمر ليس جديد وسبق وأكدته كثير من المصادر الأخرى لكن صحيفة المساء وتحت عنوان وداعا رشيد كما تشاهدون أكدت أن القرار هذه المرة نهائي إدارة بيزيكتاس التي بدأت تتحرك لضم أجنحة منذ عدة أسابيع نجعت في ضم لائب ميران كرواتيريبيتش لكن ليس هذا وفقط الإدارة التركية تتحرك لضم لائب أرسونال الإبواري نيكولاس بيبي وكلاهما يلعبان على الأجنحة وقدومهما يؤكد أن لا مكان لغزال وبما أن رحيل غزال بات أكيد على الأقل بحسب صحيفة المساء فإن الوجهة يجب أن تكون الخليج المصادر التركية قالت أن إدارة بيزيكتاس تملك حقا عروضا من هناك خاصة من الدور السعودي بيع غزال السعودية سيعني الحصول على مقابل مادي كبير مقابل مادي سيريح كاهل الإدارة التي صرفت مبالغ طائلة على التعاقدات وفي كل المراكز إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم